أتى ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي باسمه وباسم شعب مصر للعائلة الملاكية والحكومة البريطانية وشعب المملكة المتحدة بخالص العزاء في وفاة الملكة الإلتابة الثانية التي قادت بلادها لعقود طويلة وبحكمة بلغة وعلى حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي أكد الرئيس اعتزامه العمل مع الملك تشارلز لتعزيز علاقات البلدين والشعبين الصديقين مؤكدا تقاطه الكاملة بقدرة الملك تشارلز لسد الفراغ الذي ستتركه الملكة إلتابة الثانية طلقت رئاسة الجمهورية بمزيد من الحزن والأسى نبأ وفاة إلتابة الثانية ملكة بريطانيا العزمة وتتقدم رئاسة الجمهورية باسم قيادة وحكومة وشعب مصر بصادق التعازي وخالص المواساة إلى الأسرة الملكية البريطانية وإلى المملكة المتحدة وحكومتها وشعبها الصديق وأكدت رئاسة الجمهورية أن الملكة إلتابة الثانية كانت مثالا رفيعا يحتزى به في تفانيها في خدمة شعبها وبلادها على مدار أكثر من سبعة عقود ساهمت خلالها في تقديم نموذج فريد للقيادة الملهمة والقيام الأخلاقية النبيلة ولتحمل مسؤوليات شرف في تمثيل شعبها ووطنها باقتدار وحكمة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال وحرصها على مصالح الشعب الصومالي الشقيق في إطار دولة موحدة مستقرة وقوية وخلال تصاله الهاتفية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أشار الرئيس السيسي إلى استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائي مع الصومال وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الصومالي استعرض آخر مستجدية الوضع الداخلي في بلاده كما أكد الحرص على تعزيز التشاور والتنصيق مع مصر بشأن مختلف الملفات الإقلامية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن تطوير التعاون الثنائي على مختلف المستويات أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن استمرار الدعم الدولي لأوكرانيا بما في ذلك استمرار تأمين المساعدات الأمنية والاقتصادية ومتابعة فرض العقوبة على روسيا وذلك في حديثه عبر تقنية الفيديو مع الحلفاء والشركاء وعلى رأسهم المستشار الألماني ورئيسة الوزراء البريطانية ورئيس الوزراء الكندي وعدد من المسؤولين وذكر البيت الأبيض أن القادة نقشوا أيضا استخدام روسيا للطاقة كسلاح والحاجة إلى المزيد من التنصيق لتأمين إمدادات طاقة مستدامة وبأسعار مناسبة لأوروبا أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين عن دعم أمني إضافي لأوكرانيا بواقع 2.8 مليار دولار ومؤكدا أن لقائه بالرئيس الأوكراني بلاديمير زلنيسكي كان مثمرا وخلال مؤتمر صحفي قال بلينكين أن دعم الولايات المتحدة الإجمالية لأوكرانيا منذ بدء العملية الروسية ارتفع إلى حوالي 14.7 مليار دولار من المساعدات الأمنية رياضيا يلتق الزمالك اليوم مع الهلال السعودي في بطولة كأس سوبر لوسيل في قطر ويشارك الزمالك في المواجهة بصفته بطل الدور الممتاز خلال النسخة الأخيرة بينما يلعب الهلال المتوج بلقى بالدور السعودي الموسم الماضي نهاية موجز أتا سياعا نعود لاستقبال باقي فقارات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل